ده انت حتى المصريين والجالية المصرية اللي موجودة في الضغرب لم تتمكن بالشكل الكافي من متابعة الماتش أو الحصول على التذاكر عملية تضييق خناق يعني بالعافية قادر تسيب جزء من مدرجك عليه البانارات بتاعتك طيب وانت بتاخد بقى إدارة الأهل في هذا الصراع المفروض عليهم هما بين مئة نار لا يقدر يتجاهلوا جماهيرهم ولا يتجاهلوا حقوقهم ولكن أيضا استغراق الإدارة المفروض عليها إجبارا في الدفاع عن حقوقها لا كان واصل هذا الإحساس بالظلم مؤكد للعيبة واللي ما كانتش اللعيبة أظهرت بعض الاعتراض بعد السلام على فكرة اللي عايزي استاد مش هتعرف تستاد إنه دي الأهل يطلع واستلم مدلياته بقت بتاعته يعمل فيها اللي هو عايزه يديها لأي حد هدية وشوفنا دي كتير يحتفظ بيها يعمل فيها اللي هو عايزه هو مره ما هيشفهش عاد هو نازل قط اللبس يقول لهم دي ما تلزمنيش لأن أنا مش معترف إنها عادلة ولما جاء الكابتن الخطيب والضمير بتاع المسؤولين عن الفيفا والكاف كان في لحظة هم حسوا به راحوا يربطوا عليه قال لهم لم يكن عادلا this is not fair unfair 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 ده ده منتال أدب ده مش unfair وعايزه أقول لك حاجة أستاذ إبراهيم أنت اللعيبة نازلة متوترة حاسة كل ظروف ضدها وأن ما فيش رغبة أنهم يفوجوا وإحكاما للعبقرية تنسحب السنغال فجأة وفجأة تخفف عنها العقوبات التمن موجود مش صدفة ثم يعين لك عايز يا حبيبي جميز هجيب لك جميز ورينها تكسب إزاي اللعيب الكعبل وعبدالقاد الرايح هنفرد يحسب عليه فاول اللعيب يقفز على وليس سليمان فانطخ مؤسرة يحسب عليه فاول معلم جايب لك معلم ما أنت اللي مش عايز جميز جيبت لك جميز يوم يطلع يقول لك أصلي الأهل كان وحش مين كان يقدر يكون كويس اللي بيقول لك أوروبا فاينال أوروبا فاينال أوروبا في باريس ملعب محايد ما رحتش لعبتهم لا في إنجلترا ولا في أسبانيا والدنيا كمان الفرقتين في نفس الظروف لو أنت رحت لعب في بلد محايدة كان اللي عايز يجيب جمهوره ها هيتكبت زي وزي النادي النادي الأهلي كان عايش تحت ضغط هو مين اللي يدفع فلوس الجماهير الأهلي ولا المحبين ولا اللعيبة ولا الجمهور القادر ودخلنا في قضية ومين يقدر يدفع 15 ألف جنيه ما كانش مطلوب إن حد يدفع 15 ألف جنيه من قط وأنا قلت الكلام ده هنا في حاجة أولويات هي في الآخر كرة قادم لكن هم تعمدوا يصدروا لك المشكلة ووقف الاتحاد المصري يتفرج في موقف المتفرج لم نسمع تعليق واحد لمسؤول في مصر وهو بيقول أنت قلتهم عشر طلاف تذكرهم ما فيه وما فيه يجي يقول لك 1500 أنت حتاخد تمنوا أنت مالكش دعونا حيعمل بيهم إيه لأنه كان حيوزحهم مجانا ما قلت تم تضييق الخناق عليك في كل الحلول معناه إيه أنا قلت لك مش عايزين نستغرق في أهمية هذا الملعب فأوي عشان ما يخدناش بره الملعب لإني كنت خايف من اللي حصل ولكن هل كان من الممكن لإدارة الأهل ألا أن تستغرق في هذا الملعب ما كان مستحيل لم يكن يغفر لها أحد وحيعتبرها تهوانا طب الاتحاد المصري مش يروح هو جيب لي عشر طلاف تذكره وتوعي أنت ليه اعتبرت أن دي مشكلة تخص النادي الأهل أولا دي النادي الأهل ويدي يقول لك أنت ما طلبتش أنت ما طلبتش أنا ما قدرش أكلم بالاتحاد الإفريقي والاتحاد الدولي أنا بكلمهم من خلالك أنت كده أنا لما سؤلت عن ملف كهربا ما أنا جاوبت بالطريقة اللي فهمها كهربا كان ملفه هو عمل كده ليه وهو إزاي لما راح راح وانتقل وهو إزاي بعد كده كان واثقا من العودة لأن كل المعطيات اللي في اتحاد الكرة كانت بتطمنوا على هذا الأمر الأوراق بتقول كده ولكن ساعة الجد لم تظهر هذه الأوراق السادس إبراهيم أنا قلت إذا كان ظليما ياخد حقه إذا كان مظلوما حققه في الموضوع ولو حققته بعدالة حتصله إلى النتيجة أما القول بأنه خسر القضية طبعا خسر القضية ما نقدرش نتكلم هو الكاس عايز إيه عايز وراء بيبعث لك إنت التحاد يا معني وإذا كان الموضوع ده ديني يقصوله واحدين ثلاثة أربعة اللي انت هتدهوله هيحكم بيه فيه موضوع اللي حابت يسألني فيه عشان أوضحه للناس برضو لأنه هو ده هم مكنوش محتاجين لفساد لأنه الحقيقة موضوع رمضان صبحي والحق هاجر رمضان موضوع رمضان صبحي والحق